أسعد الله صباحكم طلبة الصف الثالث هيا اليوم درسنا العدد الكسري أخذنا في حصص سابقة كيف نقرأ الكسور لنقرأ الكسور التالية نصف نصف ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع خمسان خمسان ثلاثة أعشر ثلاثة أعشر وتعلمنا أنه الذي يكون فوق اسم الباست والعدد لتحت اسم مقام وهذا يسمى خط الكسر هيا لنأخذ أشكالا أخرى فدرسنا اليوم العدد الكسري كيف نكتبه وكيف نقرأه هيا ماذا يمثل الشكل التالي نعم يوجد مربع الأول مقسم إلى أربع أجزاء المربع الثاني مقسم إلى أربعة أجزاء والشكل الثالث مقسم إلى أربعة أجزاء ماذا فعلنا بالشكل الأول لاحظوا أنه مضلل جميع الأجزاء إذن عندما يضلل جميع الأجزاء كم نكتب الكسر؟ نعم أربعة من أربع لأنه عدد لمضلل أربعة من أربعة وكذلك أربعة من أربعة أما هذا الجزء فمضلل منه جزء واحد وهو مقسم إلى أربعة أجزاء هيا كتبنا أربعة أرباع أربعة أرباع ربع هيا لنكتبه بالصورة الجديدة هيا لنكتبه ماذا تعني أربعة أرباع؟ نعم واحد صحيح وماذا تعني الأربعة أرباع؟ واحد صحيح والربع لنجمع الواحد صحيح وواحد صحيح شو بصيروا؟ أحسنتم إذن اثنان صحيح وربع وتقرأ اثنان وربع هذا هو العدد الكسري أصبحت اثنان صحيح وربع هيا لنعرف ما هو العدد الكسري هو عدد يتكون من جزئين من جزئين الجزء الأول عدد صحيح هذا هو العدد الصحيح والجزء الآخر كسر عادي ربع كما أخذنا كسر عادي إذن ونكتب العدد الصحيح فيه هنا وأمامه الجزء ربع إذن وتقرأ اثنان وربع هيا هنا يوجد ثلاثة دوائر الجزء الأول ماذا تمثل؟ نعم مضلل يعني كأنه أكلت أنا رغيب من الخبز كامل نعم واحد وهنا أكلت رغيب كامل من الخبز أما هذا ماذا يمثل؟ مقسوم الرغيب إلى جزءا كم جزءا مضللا؟ واحد من اثنان واحد من اثنان هيا لنكتب العدد الكسري هيا لنكتب العدد الكسري ماذا يمثل؟ نعم واحد صحيح كلها واحد صحيح إذن اثنان نضع في الصحيح اثنان وكم جزء؟ نعم واحد من اثنان إذن ونقرأها اثنان ونصف اثنان ونصف هيا لنقرأ ماذا يمثل؟ نعم واحد اثنين ثلاثة صحيحة و نعم التفاحة مأخوذ منها جزء وبقيها جزء إذن ماذا نقرأها؟ نعم ثلاثة ونصف ماذا نقرأها؟ ثلاثة ونصف أحسنتم هيا للشكل التالي يوجد عندنا رغيف من الخبز نعتبره والرغيف والرغيف الآخر مقسوم إلى جزئين كم جزء مضلل؟ نريد أن نعد الأجزاء المضللة نعم هنا واحد صحيح وهنا واحد من اثنين إذن ماذا يمثل الشكل؟ نعم لنقرأه واحد ونصف ويقرأ واحد ونصف إذن هذا هو عدد كسري هيا أحبائي صبح 69 أكتب العدد الكسري الدال على الأشكال الآتية والأرقام والكلمات هيا إذن هذا ماذا يمثل؟ واحد لأنه مضلل جميعها أكتب على الأجزاء أكتب العدد الكسري الدال على الأشكال الآتية بالأرقام والكلمات واحد هنا واحد هنا واحد أما هنا واحد من أربعة إذن ماذا يصبح العدد الكسري؟ كم صحيح عنا؟ نعم ثلاثة أحسنتم وكم جزءا مضلل في هذا الشكل؟ واحد من أربعة إذن ماذا نقرأه؟ ثلاثة صحيح وربع كذلك الشكل هذا مضلل كاملا إذن واحد كامل جزء وهذا إلى كم جزء مقسم هذا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن أضع في المقام ستة وكم جزء مضلل؟ واحد وأضع الجزء المضلل واحد إذن ماذا أقرأ العدد الكسري؟ العدد الكسري واحد صحيح وستس أحبائي يجب أن نكتب الواحد صحيح؟ أو العدد الصحيح دائما يقع بين خط الكسر ما نضعه أنه لحاله فوق لا حتى بينه أنه هو الواحد صحيح للبس والمقام وهو هنا الجزء الكسر تمام لننظر إلى المثلث هذا حبة الفطائر نعم إذن هي واحد كاملة اثنان نعم وهذا مقسوم إلى جزءين واحد كم جزء مضلل؟ واحد من اثنين أحسنتم إذن هيا لنكتب العدد الكسري واحد اثنان صحيح ونصف رائعين اثنان صحيح ونصف أكتب العدد الكسري الدال على المبلغ بالدينار إذن الدينار صحيح كنا منعرف الدينار هي دينار وهي دينار وهذا نصف دينار إذن كم يكون معاي؟ كم؟ ما هو العدد الكسري يا أحبائي؟ نعم دينار نصف أحسنتم رائعين ديناران ونصف هيا أضع إشارة صح أسفل العدد الكسري شو حكينا العدد الكسري؟ لازم يكون من عدد صحيح وجزء من كسر إذن هذا ماذا؟ عدد كسري ثلاثة صحيح وستس يعني ثلاثة وستس إذن إيش نضع عليه؟ نعم هذا يسمى كسر لا لا نضع عليه أما هذا نعم أربعة صحيح وثلث رائعين أما هذا لا يعد عدد كسري هذا كسر بسطه خمسة ومقامه سبعة وشكرا لكم أحبائي ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر